ناس كتير بتسأل ان هم بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. اه حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي لست فيه لكل صف. لكل صف بيكون لهم بلاي لست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترمي كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة. وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي لست او قوائم التشغيل. هتقعد بها تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتبعوه. وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب. وتنساش ان انت دعمنا بلاي. ولو انت لسه او مرة تتفرج علينا. ياريت تشترك في القناة. عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلاب. النهاردة ان شاء الله هناخد بتكلم عن حاجة اسمها ده السهلي جدا 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 جدا. بس هو كل عبارة عن تلات افكار. بالزغط. تلات افكار اربع افكار او فكرتين في الاساس اصلا هوا فكرتين. وهتلاقي الموضوع معك سهلي جدا. انت اخدته في جريد فور. ان انا بجيب نمبر هيجيب لي اه نمبر ديسي من نمبر ويقول لي يعمل هنا ابركوساميت. يعني ابركوساميت يعني قربهو لي. عارف انت مسلا لما بتكون اه سوانا كده. عارف انت مسلا لما بتكون مسلا عجبك تي شرت معين. واما لقيت مسلا بتاعته. ايه فانت بتقول ايه يعني هيجيت على تنجلي اكيد يعني هيكون كان بصراحة او انت كده عملت ابركوساميت. فدي بالزبط احنا اللي انوملوا هنا في اليسن دوت. طيب قبل بان او لك او او ندخل على الحل الابروكساميتها بيعتبد على في نمبرز معينة النمبرز ريت في نمبرز او في ديجيتز بتعمل حاجة اسمها راوند اوب راوند اوب يعني راوند اوب يعني بتزود زي ايه ديجيتز ريت زي مثلا الفايف سيكس سيفن ايت اد ناين الديجيتز دي اسمها بتعمل ايه راوند اوب يعني ايه راوند اوب يعني بتزود اللي جنبية واحد في ديجيتز باب بتعمل العكسة بتعمل حاجة اسمها راوند داون راوند داون ايه باب ديجيتز ريت اللي هي بتكون عندي الزيرو والوان والتو وثري والفور زيرو وان تو ثري فور دي ديجيتز بتعمل حاجة اسمها راوند داون وفي ديجيز هنا بتعمل حاجة اسمه ايه راوند أب ودي ديجيز بتعمل حاجة اسمه ايه راوند ايه داون تعالك كده بلك راوند ايش النومبر to the place of the underlined ديجيز ازاي بها عندك ايه هنا شوف سري السري ديجيز هيكون لوق ايد زل نيجيز ديجيز الديجيز اللي بعدي لو السبن السبن داوت تسأل نفسك هل يضطر من دمن ديجيز اللي بتعمل راوند أب يعني لو تزاود انا متزاودش السبن بيعمل فعلا راوند أب اللي جانبي ببن هيزاود ون هيزاود اللي جانبي هنا ايه وان بلاس سري اكوالز الفور وهرا برضو فور وانه وان بوينت اليت هيكون عندك بوينت ايت ايت بوينت وان فور فور ايت بوينت وان فور فور خلاص يبديك كانت ايه اول واحدة شوف برضو اللي بعديها هتقول مش فاهم شوف دي شوف شوف الديجيز اللي بتجيز داوت اللي تحتي underline اللي هو الخط داوت اتو هاي بص على مين عن 5 اسأل نفسك يا ال5 ديت من ضمن الديجيز اللي بتعمل راوند أب وان بلاس دو هيكون ثري وال 5 دي تحتيها هيكون عندي داوت هيكون هنا ايه هنا برضو الزي رو ده هيبص على السبن ال7 من ضمن الديجيز اللي بتعمل راوند أب برضو هيده الone هيبقى الone وهنا برضو وان و believing والثري وال5 اما الديجيز اللي هو ده احنا مش هنكتبه خالص ولا خالص احنا بنكتب من اول النمبر اللي تحته ايه خط يعني شوف كده الناين هنبص على السيبن السيبن برضو من ضمن اللي بتعمل يعني عامل زيرو كري او كتب زي ما هي والوان اللي برضو تنزل زي ما هي اتين بوينت زيرو طبعا البوينت زيرو ده ايه بتتكانسل بعدها زيرو بتتكانسل شوف هنا التو التو بوص على النجس درجل والفور الفور يدي دي تولع اني كتبتو زي ما هي الفايف والبوينت الفايف ونبرضو الايه الفايف هنا برضو الناين هنبص على الات الات دي هتدل الناين ايه بدلوان وان بلاس ناين تن هيكون زيرو كري ابوا ما بتكتبش تنة كلها او هتكتب تنة كلها اعضك في مراخيرك وان بلاس سيكس سبن والفايف دي تنزل الديس من البوينت اهيت والبونا اهيت فانت الزيرو ده انت ممكن تكنسل على فكرة عشان لو قيت لك في الايه في اللي تشوز تمام شوف دي الفايف دي تروح للفايف اللي جانبي ها الفايف دي من ضمن الناين بص على الفايف وعلى كده نحط سري وبعد كده حطي فور خلاص خلص تخلص تخلص في البعض ايه بفاندم الزيرو بص على التو ايه بفاندم الزيرو من ضمن الناين بص على الفايف الفايف دي ننين ون وان بلس نين تن زيرو كرقب ون وان بلس فايف سكس والدسمان بوينت وعلى كرقب ون والزيرو دي احنا بن ايه بنكنسله هيكون وان بوينت سكس ندخل بقى على الدرس بتاعنا بقول لك الهول نبر لو مين الهول نبر لو دوات اللي قبل الدجت اللي هو الوانس على فكرة وممكن يجيب لك بعد الهول نبر دي يجيب لك وانس بالله عليك ركز ابوص على واجبك ركز خلاص هو ده الوانس احنا خطنا اندرلاين خلاص هاوات ده هيكون مين الهول نبر الزيرو دا يبص على الناين الناين دي نزيرو اه يدلو هتكون وان خلي بقى لك اني دايما الهول نبر بيكونش في دي سمال بوينت خلص يزيرو برضو بص على التو التو يدل يزيرو لا يزيرو برضو بص على الفايف الفايف يدل يزيرو ايوة من ضمن الديجيس اللي بتاني رواند أب هيكون وان بلزيرو هتكون اقوى لليه الوان هنا بارد الهول هنا ناين وهنا سيبن وهنا ايت الناين يدل الناين دي ات اه هيدلها وان بلز ناين اقوى لزي تاني السيبن بص على السيكس السيكس يدل السيبن ايوة تدلها وان هيكون عندك هنا ايوة والايد دي برضو بص على الفايف الفايف يدل الايد ايوة هتكون هنا ايه وان هيكون هنا عنده هنا ناين تين طيب في قوشن نابر ثري بيقول لك هنا ايه round each of the following number to the nearest tenth to the nearest tenth فين التنث وين هذي سري الوان اللي بعد دي سبن البيئة السيبن والزيرو وباردو نفس الكلام السري بص على السيبن السيبن يعمل increasing the digits سري وان هيزود لوا هيكون هنا فور والبيئة والإيت هنا باردو السيبن هيبص على التو والتو يدل السيبن لا هيكون سيبن زيما هي والبيئة والوان والتو الزيرو هيبص على الناين الناين يدل الزيرو ايوة هيكون ناين تي بوينت اللي ايه الوان شوف هنا باردو فين التنس اهيت التنسز اهيت اللي بعد الديجيتس اللي بعد الدي اسم البوينت التو يبص على الزيرو الزيرو يدلو لا هيكون زيرو بوينت تو الايت يبص على الفايف الفايف يدل الايت هييدلوا وان هيكون سبن تي سري بوينت ناين الفور يدل بص للسيكس السيكس يدل الفور ايدل 1 هيكون 2.5 طبع هنا لما يقولك 502 37 over 100 ما دي 37 أصلا دي اعتبر 37 hundredths يبقى 502 37 hundredths بتكتب كده دسمة الpoint بيكون behind the two digits فيد بقى التنس التنس الواسري هيبص على مين هيبص على 7 7.3 ايو هيكون عنده هنا 502 point ال 4 طبع هنا بقى يقولك round each of the following number to the nearest hundredths من بقى الهندراتس هنا دي 10 دي 100 بقى 7 10 دي 100 دي 100 10 دي 100 دي 100 السيبن بص على السيبن دي السيبن يدل السيبن دي او يدل اون هيدل اون 1 plus 7 اقوال زل 8 وال2 والpoint وال1 هنا بردو السيبن يبص على السيكس دي هيدلها 1 1 plus 6 7 5 point 5 وال6 السيكس يبص على الفور الفور يدل السيكس لا هنكتب 6 زي ما هي 3.19 فين بقى الهندراتس لها 3 فين الهندرات لها 9 السيبن دي يدل السي 1 ايو هيكون عندك 0.74 وال6 دي هيدل ال9 ايو هيدلها 1 1 plus 9 10 0 1 plus 9 10 0 وكريبا 1 هيدل دسم الوين انا زلها 1 plus 0 اقوال زلية 1 الpoint وال0 وزر 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 نكنسل دولت دي 3 دي 8 أوفر 1000 دي أصلاه 8000 يعني نكتب ال8 والمفروض الدسم الوين تكون behind the 3 digits يعني ادى 1 2 3 والpoint طيب هنا بقى بيجي ولك عايزين يملا بروكسامل to the nearest من الهندراتس من الهندراتس 0 ازر ويبصر ال8 ال8 يدل 0 هيكون 3 point 0 1 طيب في المسألة دي يجي ولك هيدل هتبص برضو هنا على الثالث مين هنا الثالث فيل ادى 10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 9 هنا هتبص برضو هنا ادى 1 ادى 1 1 plus 0 1 5 0 point 2 4 8 7 لا 7 4 0 0 ادى ادى 9 ادى 1 1 plus 9 10 10 0 1 1 plus 7 8 6 0 point 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 10 100 1000 10 100 00 6 الواقع له تقريبك هو الترائية ستقترفها لoti nights الترائية الصفير مدينة هتكون equal to count هتكون equal to zero طيب هنا برضو 6 هتبص ال 8 هتدي لل 8 هتدي لل 1 1 plus 8 9 وانا برضو 9 وانا برضو 9 1 point وال zero شوف كده يعني على حسب من اللي تحته underline digit ال 9 هتبص على ال 1 ال 1 هتدي لل 9 لأ هيبقى 9.63 ال 8 يبص يدي لل 4 هتكون 5 و5 وpoint وال5 ال 1 يبص على ال 9 ال 9 يدي لل 1 هتكون هنا 2 شوف هنا ال 7 يدي لل 8 هتكون 9 zero point ال 8 يدي لل 0 هتكون 1.0 ال 7 يدي لل 6 هتكون 7 3.0 وال A وال 2 حاجات سهلة جدا وبسيطة والله حاجات سهلة جدا وبسيطة جدا بس انت لازم انتعرف الفرق او تعرف تفرق ما بين و بس ندخل بها فيه نوع تاني من حاجة اسمها midpoint strategy يعني حاجة اسمها midpoint strategy سهلة جدا برضو مستعبة خالص بيقولك هنا approximate the number seven point seven to the nearest unit ركز في الكلام انت اول حاجة بتعملها هنا كده اه هو قالك هنا to the nearest unit او ال whole number اليونت اللي هو ده seven فبنكتب seven ده هنا اشمعنا هنا لان اتجاه number line from bottom to top من تحت الفوق هنا seven وال number الي بيكون after seven هيكون eight فكتبنا هنا seven وكتبنا فوق هنا eight ما ينفعش العكس طبعا تمام وبعد كده قالك هنا بقى لازم ان نجيب midpoint النمبر الي بيكون في النص ما بين seven وال eight اه ده seven النمبر الي بيكون midpoint seven وال eight هيكون seven او او تحط ودائما بتحط دائما هو دائما بيكون اللي في النص دائما يبقى انا علشان احط مسلا ال number اللي بيكون between وال eight هيكون مين seven اللي في النص بالزبط طب هنا بيقولك seven point seven ده موجود فين طبعا انت عندك ده seven point الفايف لو جدت تكمل في ال line ده ال line ده او ال point دي seven point six seven point seven هنا المفروض تكتب فين تكتب هنا فانت باب نبص باب بتسأل نفسك هو ال number ده closer to eight ولا closer to seven يعني قريب لل eight ولا قريب واضح ان هو قريب لل eight فعشان كده الانصر هنا هيكون هنا مش فهم حاجة عارف هنا بردو شوف هنا هنجيب الميت بوينت نجيب الميت بوينت ازاي نكتب سري ال five او انت هتزود هنا زيرو وتحط هنا زيرو وتحط هنا من عندك شوف هنا بنيت زود هنا زيرو عشان دي وتحط دايما كده على فكرة حط هنا إلا بس الهون إلا إلا اليونت طبعا حاجة مختلفة هنا بولي ده يعتبر موجود فين هل يطرى بيكون فوق ولا يعتبر فوق ولا تحت هنا هيكون فين يكون تحت هنا تحت مين هايكون ما كانوا هنا ده النمبر ما كانوا هنا لانه هنا ده فالنمبر هنا سري ده ولا سري او سري او سري هيكون قريب او اتجاه فالانسر هنا شوف هو كتب النمبر لحد الهونترس انه اهوت امزود طبعا كان نعمل ايه هنزود هنا زيرو اه ونزود هنا زيرو اه ونكتب نفس النمبر ده 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 بس نحط جنبي ده تفتكر بقى ده فين فوق ولا تحت ده المفروض بعد سفينتي سيكس سفينتي سيبن ما كانوا هنا يعني ده ما كانوا هنا فهيكون closer to 1.280 ولا closer to 1.270 هيكون closer to مين او رايب مين 1.28 فالانسر هنا 1.28 طبعا هنا النمبر ده برضو بولي to the nearest thousands thousands حني اكتب النمبر لحدث 1000 الدجت سدايات لحدث 10 100 1000 حدث 6 يبقى 3 point 4 5 6 وهنا برضو 3 point 4 5 6 وبعد كده هنحطنا 0 وهنا 0 ونكتب نفس النمبر ده 3 point 4 5 6 ونحط جنبها 5 مش 0 بقى شوف هنا بقول لك 62 دي 60 61 62 شوف هنا باخد اول اول ما كانوا هنا يعني هكون قريب المين للنمبر ده ولا للنمبر اللي هناك ده هيكون لده هيكون طبعا الزيرو الزيرو احنا كنا حطوله من عندنا بس مش اكتر حطوله من عندنا مش اكتر دي فكرة ويا رب تكون انت ايه آآ اهمها اشتركوا في القناة